منذ سنوات والملاعب العراقية تحنوا لأزي الأخضر الذي يمثل العراق بسبب الحظر الدولي على ملاعبه إلا أن تضامن نجوم الكرة العالمية مع الكرة العراقية أسفر عن كرنفال كروي رائع هدفه إثبات قدرة العراق على استضافة المباريات والبطولات الدولية على أرضه شعور رائع أن تشاهد نجوم بلدك من مختلف الأجيال في فريق واحد والأروع من ذلك أن تشاهدهم يبارون نجوم الكرة الراسخين في الذاكرة من مختلف البلدان إلا أن الأكثر روعة من هذا وذاك هو أن تجرى المباراة على أرض بلدك رغم الحظر الدولي المفروض على الملاعب العراقية ثلاثة أحلام حققتها مباراة واحدة جمعت نجوم العراق ونجوم العالم على أرض البصرة في ملعب جدع النخلة تضامنا من أساطير كرة القدم مع الكرة العراقية لرفع الحظر الرياضي الدولي على الملاعب العراقية فكانت مباراة خالدة في تاريخ كرة القدم العراقية فخوري أن تلعب قدام زينيتي وكيكز وريفالدو هذا شيء مفرد وإن شاء الله نكون هذا رسالة للاتحاد الدولي اللاعبين اللي حضروا اليوم من منتخب النجوم العالم نشكر اللاعبين اللي يمكن ساهموا ولو في شيء بسيط بهذه المباراة اللي يقدموا في الجانب إنساني وجانب حضاري اللي يمثلون بلدهم كل إحنا العراقيين يمكن كله لاعبين هذا يمكن فخر إنه أنه نشارك بهيش مباراة الجماهير الحاضرة في المباراة تفاعلت مع عداء النجوم الذين قدموا استعراضا كرويا يليق بتاريخهم فيما أعرب عن أملهم بتحقيق حلم آخر وهو رفع الحضر عن الملعب العراقية ليشاهدوا منتخبهم من جديد وهو يخوض المباريات الدولية الرسمية على أرض بلاده حقيقة شعور لا يصف ممكن ما أعرف شكل لك بس كل اللي أقدر أقوله إنه هي فرحة شعب فرحة بلد فرحة ناس متلهفة إنه تشوف منتخبه يلعب بينها بين جماهيره بين أهله أتمنى إنه نحصل على الشيء اللي ردناه أتمنى إنه نرجع نشوف منتخبنا بين أهلنا قرار الفيفا بمنع اللعب على ملاعب العراق كان سببه سوء التنظيم وانعدام الأمان إلا أن مباراة بحجم التي جرت على أرض البصرة والتي كانت بمثابة كرنفال كروي أثبتت قدرة العراق على استضافة منتخبات العالم وتنظيم المباريات الدولية من جديد